والذاكرة من حيث الفترات الزمنية عبارة عن ثلاث أنواع هما إيه؟ الزاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة القصيرة جدا الأطفال بتستخدم في البداية الزاكرة قصيرة المدى وده من خلال خاصيتي الاسترجاع والتعرف بمعنى إيه؟ بمعنى أن الطفل في مراحل عمره الأولى بيستخدم عقله أكتر من اعتماده على الذاكرة بمعناها المتعرف عليه طيب عايزين توضيح أكتر الطفل بيستخدم طريقة استرجاع الصورة الزهنية والأشكال اللي شافها مؤخرا أكتر من استخدامه الذاكرة اللي هو مخزنها وعلشان حضراتكم تفهموا قصدي أكتر وأكتر هقول لكم مسأل عملي إذا مثلا صورنا الطفل مسكنا الموبايل كده صورنا الطفل ثلاث صور في البيت صورناه بكاميراة الموبايل مثلا وجينا تاني يوم صورناه في أماكن مختلفة يعني في البيت وجينا تاني يوم سألنا الطفل ده قلنا له إيه؟ فين الموبايل؟ هتلاقوا أن الطفل بيدور على الموبايل في آخر مكان تصور فيه يعني مكان الصورة التالتة ملقهوش بعد كده هيدور مكان الصورة التانية وبعدين لو ملقهوش بعد كده هيدور في مكان الصورة الأولى ملقهوش هيدور في المكان التقليدي اللي عارف إن الموبايل ده بيتشال فيه أو بيتحط عليه يعني مثلا بيتحط على التربيزة دي أو بيتحط على المكتبة دي وهكذا أصدي إيه من المعلومة دي طيب من المثال اللي أنا قلته ده أصدي هو تنبيه حضراتكم كأمهات وآباء بمنتهى الجدية على عدم تثبيت الصورة السيئة ليكم أمام أطفالكم يعني الأب بقى اللي إيه اللي بيزعع على طول الأم اللي على طول متنرفزة دي صورة زهنية الطفل عمال يلقط في صور هو بقى خلاص فلما يبتدي يستدعي الشخص ده في ذاكرته بيستدعي الصورة الزهنية أكتر من اعتماده على الزاكرة زي ما عرفته كده الصورة الزهنية الحديثة كمان بيكون لها الأولوية عند الطفل في ميكانيزم عملية التذكر طيب يبقى ناخد بقى الموضوع طيب في سكة إيجابية يبقى إذا كنا عايزين نسبت معلومة أو حدث للطفل ممكن نربطها بصورة زهنية يعني إحنا عشان كده الأطفال الحكاية دي بتساعدهم على تخزين المعلومات دي خلاص طبعا كل اللي أنا قلته يعني كل اللي أنا قلته ده دلوقتي بيكون مدى عمر السنتين ونص أسفين ناس ممكن تفتكر بقى الموضوع في المطلق لا لأن بعد عمر سنتين ونص الطفل بقى بيبدأ أو بيبدأ معظم الأطفال في تكوين الذكريات طويلة المدى بيبتدي بقى يكون ذكريات عن طبعا بابا ومامته والمحيطين القريبين منه وأشخاص يعرفهم وهكذا لكن أنا بتكلم على سن سنتين ونص فأقل بيبقى الاعتماد أكتر عند الأطفال على استخدام الصورة الزهنية يعني الشيء اللي ارتبط بأن الطفل شافه خلاص أو حدث هو كان موجود فيه أكتر من اعتماده على الزاكرة لكن برضو الزاكرة طويلة المدى أو الذكريات طويلة المدى بيتدخل في تكوينها عند الأطفال وقوة بقائها يعني أن الأطفال ما تنسهاش يعني عوامل كتيرة زي إيه؟ زي التكرار مثلا يعني أن يكون فيه حدث معين بيتكرار كتير أو الحالة النفسية المصاحبة للذكرة دي والحالة النفسية دي سواء كانت حلوة أو لقدر الله سيئة يعني الطفل اللي بيتضرب كتير مثلا أو اللي بيتزعق له كتير ده بيكون ذكريات طويلة المدى ذكريات سيئة عن الأشخاص اللي بيعملهم عاكد والعكس صحيح الطفل اللي احنا دايما بنحتضنه وبنحبه كده وبنظهر له حبنا واهتمامنا واحترامنا وحناننا بيكون ذكريات طويلة المدى عن الحالة دي الحالة النفسية بتفرق أكتر في تثبيت الزاكرة طويلة المدى الذكريات طويلة المدى كمان بيكونها الأطفال عن طريق استخدام الحواس زي البصر والسمع واللمس عشان كده دايما بقولكوا ايه شجعوا أطفالكوا على الاكتشاف شجعوا أطفالكوا على الاكتشاف الآمن خليهم يمسكوا الحاجة بأيديهم طالما هي ما فيهاش خطورة خلاص ساعدوهم على صنع ذكرياتهم انتوا لما بتساعدوهم على الاكتشاف وتخليهم طب وريني كده ها الحكاية دي بتتعامل ازاي وريني التابلت ده بيشتغل منين وريني كده دوس فتلاقيه دوس هو كل ما هيكتشف بشكل آمن الشيء كل ما احنا ساعدنا على انه يفضل فاكر الزكريات المرتبطة بهذا الفعل عشان كده بقولكوا ساعدوا الأطفال على تكوين زكرياتهم وحاولوا دايما تكونوا جزء جميل ومبهج من الزكريات دي ما تكونوش انتوا السيء في رواية طفلكم يعني تمام؟ تكونوا انتوا الجمال والطيبين في حياة طفلكم طيب دي كانت بعض المعلومات عن الزاكرة عند الأطفال ترجمة نانسي قنقر